هلو مايجير سيادنس أهلاً بكل متابعين من قناة انجليزي كل المراحل وبكل طلب براين ماري 5 مكملين مع بعض منهج كونكت 5 في المنهج الجديد للصف الخامس الابتدائي الترمي التاني النهاردة وصلت معاكم للجزء التاني من الستوري من قصة الصف الخامس الابتدائي المقررة علينا في منهج كونكت 5 الجديد تعالوا يلا نبدأ يلا بسم الله ونفتح كتاب المعاصر على بيجي 2806 وهنقرأ مع بعض يلا الجزء التاني من قصتنا احنا كملنا ووقفنا ان هما كان الاب والام اتفقوا مع الجد والجدة ان هما هيخذوا الاولاد ويشوفوا هناك يتجهوا الى الناتشر ترايل اللي هو ضرب الطبيعة اللي هو طريق كده في الطبيعة هناك ويشوفوا مكان اكتشاف الهيكل العظمي للديناتشر تعالوا كده نشوف يلا عملوا ايه انظروا اول حاجة احنا هنقرأ كلمتنا علشان نعرف نقرأ الستوري انظروا باك باك باكس حقائب الظهر انظروا بقا باك دي معناها ضهر وباك حقيبة خلي بالكو هنا الحرف البيدة بانطق بصوط عادي ما بخرجش هوا من بقي وانا بانطقها بها عادي لكن بيدة باك 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 حقائب الظهر تمام؟ هم شايلين حقائب كده على ظهرهم طبعا اكيد حطين فيها احتياجاتهم طيب جمع منظور عشان يقدروا يشوفوا الحاجة من مكان بعيد المنظور ده اهو اللي هو زي الام هي لبساه اسمه بنسي نوكيولارز بنوكيولارز بنوكيولارز تمام؟ رير نادر حاجة قليل قوي لما بتكون موجودة او لما بنشوفها تعالوا يلا بقا نقرأ ومشوا معايا بقا بالقلم كلمة كلمة ويريد تدوسوا لايك علشان الفيديو يترفع وكل صاحبنا يقدروا بأمر الله يستفيدوا بيه وكمان كانت انجليزي كل المراحل تكبر بيكم يلا the next morning every the next morning في الصباح التالي بعد ما وصلوا بقا خلاص وناموا وسحيوا في الصباح التالي بقا كل واحد فيهم is happy كان سعيد they are ready هم مستعدين to walk and yamshu the nature trial ان هم يمشوا في ضرب الطبيعة دوت او في الطريق ده they are wearing hats هم بيرتدوا طوائي بصوا اهو طبعا اكيد في الديزيرت الجو بيبقى حر جدا فعلشان كده هيحتاجوا اكيد الهات وscarves scarves اللي هو زي الشال ياولاد الشال اللي بيتلف على شال كفية بيبقى كمان زي الطرحة كده تمام scarves scarves خلي بالك ودي جمع scarf and sunglasses وكمان نضارة شمس they have snacks معاهم snacks وجابات خفيفة كده and water ومية in their backpacks في حقائب الظهر بتاعتهم mom has some binoculars يلا نقسمها عشان نعرف ننطقها mama معاها بعض من المناظير تو ايضا binoculars she wants هي بتريد to look at ان تنظر الى the amazing birds this التيور المدهشة الجميلة that live here اللي بتعيش هنا they are in a beautiful part of Egypt هم في منطقة جميلة من مصر او في جزء جميل من مصر with many types of rare animals فيها في المنطقة ذي الانواع عديدة من الحيوانات النادرة تعالوا نروح ونكمل في بيتش 287 ونقرأ مع بعض كلمتنا الاول كلمة كاكتوس اللي هي الصبور نبات الصبور كاكتوس طبعا نبات الصبور من النباتات اللي بتزرع في الديزرت في الصحراء طل غزال دوركاس دوركاس غزال ده نوع من انواع الغزلين غزال معناها غزال شيب جمع شيب برضو معناها خلفين تمام او اغنام و continue يستمر continue السي بنطق بسط حرف الكي كوايتلي بهدوء كوايتلي بهدوء تريك تريك اثر اقدم تحلو نقرأ يلا ها إنه كان يوم جميل دافئ نوت تو هات مش حر جدا it's a perfect day for walking perfect يعني حاجة مثالية يعني إنه يوم مثالي للتمشية تمام there عشان تقوف محلو ومش حر there are cactus plantes بيوجد نباتات الصبور and palm trees وأشجار النخيل اللي silent ما ننطقهاش خلي بالكو palm trees النخيل and they see sheep وهم كمان بيشوفوا الأغنام and some camels وبعض الجميل ملك is very pleased ملك مبسوطة جدا because علشان she loves animals لأنها بتحب الحيوانات تعالوا تشوف بقى هي بتقول إيه please walk quietly من فضلكم امشوا بالروحة and يعني بهدوء كده إلى حد ما and carefully وبحرص every one كل واحد طيب تعالوا نشوف بقى كده يعني هي عايزة تمشي بهدوء كده وبالروحة علشان تقدر إنها تتأمل في الطبيعة الجميلة دي بتقول إيه بقى كمان بصوا بتقول لهم if we are quite إذا إحنا كنا هديين we could see إحنا هنقدر نشوف الفنيك فاكس سعلب الفنيك فاكرينو سعلب الصحراء or دوراكس الجزعل او غزال الدوراكس or maybe او ربما أساندكات كطة رملية طيب تعالوا نشوف بقى العائلة فضلوا إيه the family continue استمروا along the trail استمروا في السيرة على طول الطريق رامي رامي كان بيرى حيوانات كان بيرى إيه بقى من الحيوانات ها تريكس أثار أقدم أنيمال حيوانات شافها فين تريكس دي الأثار الأقدم دي in the sand في الرملة that الاب takes a photo التقط صورة of a phoenix a phoenix اللي سعلة بالفينكس ماما سيز وماما كانت بتشوف في المنظار اللي معاها many beautiful birds يعني طيور جميلة كتيرة everyone is enjoying the trail كل واحد كان مستمتع بالتريل بالجولة دي وبالطريق ده تعالوا نكمل ونروح لpage 288 وأول كلمة معايا هي كلمة path path ممر أو طريق بيكون في العادة ممر دي يا ولاد كده مثلا بين الجبال strange غريب strange حاجة غريبة bound عظم bound bound عظمة والs هنا اس الجمع تعالوا نشوف شافوا ايه بصوا معايا ياريت دلوقتي ندوس like ياريت اللي نسي يدوس like يدوس دلوقتي like then ماما سايز ثم ماما قالت قالت ايه بقى hi everyone i have something in my shoe بتقولهم ايه بصوا تعالوا كده شوفوا وكل واحد فيكو كده انا عندي في شيء في الحزاء بتاعي can we stop for a minute هل احنا نقدر نتوقف لدقيقة لمدة for هنا معناها لمدة يا ولاد دقيقة she sets down الام جلست بقى كده the others drink some water الاخرين اللي هم الاب والابناء بقى بيشربوا بعض من الماء and wait وبينتظروا رامي 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 بص كده بصل تحت على السخور تمام طيب تعالوا نشوف كده رامي near the path اللي هي القريبة من الطريق he sees شفقي بقى some strange shapes بعض الاشكال الغريبة inside them جوه الصخور دي ورح اقلهم look انظروا what are these things in the rocks ماذا تكون هذي الاشياء اللي في الصخور يا داد رد عليه بابا وقال له i don't know i don't know انا لا اعرف they look like bounce هم الاشياء ديت يبدو look like يشبهوا يشبهوا bounce العظام تعال نشوف كمان قالوا ايه بصوا الام هنا قالت ايه بقى قالت we are very near the place احنا اريبين جدا من المكان they found اللي هم وجدوا في the dinosaur skeleton الهيكل العظمي للدينسور بتقولهم maybe ربما they are dinosaur bounce ممكن يكونوا دول عظام الديناسور رامي is very excited رامي متحمس جدا let's ask uncle يوسف بيقولهم هيا بنا يلا نسأل العم يوسف that can we call him بابا هل تقدر نقدر نتصل بيه باباهم رد عليه وقال لهم yes of course ايوة طبعا تعالوا نشوف بقى كده العم سامي قال لهم ايه طيب تعالوا نشوف بقى كده he tells dad يعني لان طبعا وما يعتبروا لا اكتشاف he tells dad هو اخبر الاب to take some photographs انه يلتقط بعض الصور of them and meet him ويقبلوا at grandma's house في بيت الجدة for dinner للعشاء تعالوا نشوف هنروح لبيتش 289 هنقرأ مع بعض كلمتنا الاول اول كلمة interested in مهتم بي خلي بالكم interested بيجي بعدها حرف الجرئين وخريطة بقى معناها map سور فوتوغرافية photographs photographs يظهر يظهر او يطلع عارفين لما كده اقول ايه هوريلكم الصور دي توري لحد صورة تبقى انت كده show show يقابل معناها meet ويعود go back تعالوا كده احنا دلوقتي خلصنا الجزء التاني من ال story بتاعتنا تعالوا كده احنا اتفقنا ان احنا نخليها تلات اجزاء تعالوا نخلي الجزء التالت مع الحل بتاعنا في الفيديو الجاي علشان يكون الفيديو خفيفة عليكم باي باي